السلام عليكم متتبعات الغاليات مرحبا بكم معي من جديد على قناتكم البساطة مع كريمة سعيدة بلقيركم من جديد كنتمنى اطلاع فيديو لقاكم بخير وعلى خير ضمن التحضيرات الرمضانية ان شاء الله سنحضر معكم معسلة رائعة جدا معسلة كتجي روعة في الشكل ديالها كذلك المداقي جلديد بالنسبة للمقادير عندي هنا يا 600 غرام من الدقيق طبعا نوعية جيدة الدقيق الخاص بالحلويات راني مغرب الله من قبل كذلك غاد نضيف كيس من خميرات الحلويات لوزنت من يغرا ثم غاد نضيف جوش كؤوس من الجلجلان او السيمسيم اللي منقياه طبعا غسلته ونقيته كذلك بالنسبة اخوتي الجلجلان هنا يا عمام حمر موالول انه غادي يتقلى غادي نخلط هاد النواشيف هاد المعسلة هدي كتجي رائعة صراحة في الشكل ديالها كي يجي كحمق هنا يا عندي مية غرام من الزبدة المدابة من الاحسن تكون نوعية جيدة باش نتحصل على واحد النتيجة اللي مرضية مية غرام الاخوات اللي ما عندهمش الميزان او اه يعني قدي نقبر معاكم بالميلعقة عندي هنا يا ستة ديال الملاعق هدي نحاول انني ندخل ذيك الزبدة في الدقيق مزيان هدي نحاول انني هنا بعد ما عملت هاد المكونات دقيق طبعا مع الزبدة غادي نضيف ربع كأس من ماء الزهر كذلك غادي نضيف جوج ملاعق من الخل اللي كيعطي واحد لها شاشة وكذلك واحد تعليك هاد المعسلة هدي هنا غادي نضيف جوج كؤوس من الحليب طبعا المكونات بالضبط اخواتي غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف طلبا لعدة اخوات هنا غادي نجمع المكونات ديالي مزيان هاد العجينة ضروري انها تكون قاسها ما تكونش عجينة اللي خفيفة غير تبعو هاد المكونات وغادي يجيكم يعني المقادير مضبوطة نيشان غير بالنسبة للدقيق يعني كي يختلف على حسب النوعية ديالو إلا شتوا ان العجينة بقية مرخوفة غادي تزيدوا واحدة الملعقة ديال الدقيق تتحصلوا لوحد العجينة يكون القاوم ديالها على هاد الشكل هذا يعني كما كتلاحظوا عجينة ما كتلتسقش في اليدين غادي نضح هنا في الكيس البلاستيكي على ما نوجد آآ يعني القوالب اللي غادي نحضر فيهم هاد المعسالة هادي هنا يا آآ كان اخد غير واحدة شوية اللي غادي نسر الحوم بسطو والآخر نخليه في البلاستيكة باش ما ينشف ليش ومنين نبقى نسر الحو على هاد الشكل هادا كي تبقى تقطع لي العجينة من الاحسان نخليه العجينة الكيس البلاستيكي هنا كما كتلاحظو قنبسط العجينة ديالي على هاد الشكل هادا نحاول لانا نسونك ديالها ما يكونش رقيق بزاف كذلك ما نخليهاش غليضة على هاد الشكل هادا هنا كناخد هاد القطعة هادي ونقطع دوائر على هاد الشكل يعني معسالة سهلة وبسيطة ولكن نتيجة كتجي رائعة معسالة كتجي همية ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم هنا عندي هاد القواليب ديال اللي طارتو اللي تصغر يعني يرغم كيتباعوا عند يعني اللي كي بيعو هاد اللوازين ديال الحلوية تمان ديالهم ماشي غالي بزاف درهم الوحدة كيجيوا رائعين يعني هاد القواليب تقدو تحضر بهم حتى اللي يصاب لها كيجيوا في شكل ديالهم رائع يعني الطريقة واضحة امامكم كان اخد هاد دائرة هدي وكان حاول انني نضغط على هاد الشكل هادا ضروري نضغطه من الجوانب ودوك الزوائد كان حاول انني نحييدهم على هاد الشكل طريقة يعني ما كان مسهل منها بسيطة وبدون اي تعقيدات كما كتلاحظو كنلبس ديك العجينة لهاد القواليب ونضغط من الجوانب هنا بيتما كملت قدي ندخلهم هنا يا الفون غير يتشمعوا فقط ما نخليهم شي طيبه فقط باش ياخدوا ذاك الشكل ديال المول على هاد الشكل هادا وكذلك منين نوضعهم في الزيت يبقوا محافظين على هاد الشكل ديالهم ما يتخصرش هناك كما كتلاحظو ان الصورة واضحة امامكم ما نخليهم شي طيبه وبالنسبة الاخوات اللي بغاوا يطيبهم في الفورن لهم الاختيار ولكن بالنسبة المعسلات من الاحسان يتقلوا بالزيت باش يعني يجيوا حافظين على ذاك اللون ديالهم كذلك يجيوا والداد وبالنسبة هناك نحيدوهم بليمون اه يعني بسهولة ما كيلسقوا ما احتشي حاجة ينكلكم هنا يا الاستعانة انا مغاشوا يتحيدو لكم بالعود ديال الشيواء او كي ياخدو ديال السنان هنا بعد ما كملت كما كتلاحظو يعني اعطتني واحد كمية اللي كثيرة مباشرة هنا يا غادي ندوز باش نقليهم معاكم هنا اخديت واحد المقلة اللي وضعت فيها الكمية ديال الزيت بالنسبة للعسل يعني تحضير منزلي اللي ابغيتون يعني نحضره معاكم خلوها اللي في التعالق ضروري تكون يعني واحد كمية ديال الزيت لبأسة بها يعني يكونوا هاد اللي تغطوه ليت او هاد المعسلات تكون يعني مغطية بالزيت ونخلوها التقلة طبعا النار تكون متوسطة باش يطيبو على خطره ما يتخطفو ناشم على بره ويبقوا يعني خضر بالداخل ما كي ياخدوش الوقت بزاف يعني ضغياء كي يتقلو تياخدو هاد اللون هادا كيما كتلاحظو يعني في الصورة يعني كل وحدة كي اللي كتبغي اللون يكون غامق على هذا وكي اللي كتبغي اللون يكون يعني شوية فاتح يعني بالنسبة لي انا غير هاد اللون راح كافي كي يجي وعطي واحد اللون اللي رائع جدا غدي تشوفوا معي في اخير الفيديو غدي نكمل بنفس الطريقة حتى نسالي الكمية ديالي كاملة طبعا طريقة ديال قليل اي اختر هكا تعرف لها ونخلي ديك الكمية هديك في العسل حتى يعني نكمل القلية الثانية ونزيدها حتى هي باش يجي وشرب لي العسل مزيان بالنسبة للعسل انا راه بارد يعني باش يشد مزيان في المعسلات إذا كان العسل طبعا سخون ما غريش يشد في المعسلات هنا بعد ما كملتهم وعسلتهم ووضعتهم هنا في الكسكات استقطرهم مزيان طبعا قلبتهم هنا بالنسبة للحوشوة عندي هنا يا الكاوكاو اللي قطعته على هاته الشكل هذا وحمرته كذلك عندي الجوز او القرقع هنا عندي جوج ملاعق من الزبدة كذلك عندي ملعقة صغيرة من الجليكوز ثم عندي كذلك جوج ملاعق من العسل سوف نضع هذه المكونات فوق النار حتى يدوب ذيك الزبدة ويدوبوا جميع المكونات على هاته الشكل هذا وسوف نضيف لهم ذاك المكسرات طبعا الجوز وكذلك ذاك الكاوكاو يمكن لكم تعويضوه ويعني باللوز على حسب الامكانيات ديالكم وكذلك الفواكه المعسلة مهم يعني على حسب الرغبة والدوق ديالكم هنا بعد ما خلطتهم غدا نضحهم هنا يا واحد تقريبا جهة الملعقة هاد القواليب هادو نحاول ان انا ننقذ ذاك الكاوكاو باش يجي يعني الشكل ديالهم زوين طريقة سهلة كما كتلاحظو شكي اللي لهم كيجي صارحة رائع رائع الصورة معطتهم شي حقهم للأسف فعلا كيجي وهميين في الشكل ديالهم وكذلك في الحطة يعني شي حاجة اللي هموية فعلا غادي تجربوهم ان شاء الله وينالوا الاعجاب ديالكم الطريقة ديهم سهلة وكذلك يعني نغيرو شوية جلجلانية يعني المعتادة معسلة من اروع واسهل ما يمكن لك تحضره سهلة وبسيطة وشي حاجة مغايرة كنتمنى ان شاء الله تجربوهم فعلا كيستحقوا التجريبة طريقة ديالهم سهلة ومبساطة ما فيهم شي يعني اي تعقيدات هنا مبعد مسالة الشكل ديالهم كما تلاحظو هنا يا زينتهم بالقرين من الورد الطريقة ديال تزين صراحة شي حاجة اللي رائع البنات تطقوني كيستحقوا التجريبة شي حاجة يعني لهموية ومختلفة الفيديو ديالهم انتهى اخواتي كنتمنى ان شاء الله لعجبكم هاد الفيديو بطبيعة الحال توصلوا الاكبر عدد من اللايكات وكذلك لاول مرة كيشاهد القناة ديالي كنتمنى انو يشترك في القناة وفعل زير التنبيهات باش دائما نوصلكم الجديد الى اللقاء في الملتقى مع فيديو وصفة جديدة ترجمة نانسي قنقر